موسيقى شكرا جزيلا للمحامي الذي ربح القضية واستخرج لنا دراسة مطولة من الجوجل تتعلق بالإمام الجواد فعلا أشرق علي الحال بإني تعجبت من فهم الفتاوى أحيانا بصور مستعجلة يعني يمكن عبد الحميد صالح بهالفتوى أو بهالمرافعة اللي قدمها اليوم عن الإمام الجواد يمكن يكون كتير كتير قطب أو يسبب لنا خيرا كثيرا يجتبع عليه فقهاء قانون ويحلوا مشكلة المسلمين فيما بينهم المسلمون إلى اليوم نحن مشاكلنا بالعراق شوية تكفيرية ما هي طيب من يكفر من؟ هل الحج الناس سيذهبون إلى الحج بعد قليل ونراهم هم سنيهم وشيعيهم غربيهم وشرقيهم من هؤلاء يأتون من كل الدنيا لأنهم يؤمنون بالفرائض الإسلامية يؤمنون بفروع الدين يقومون بفروع الدين الصيام الصلاة الحج الزكاة كلهم يقومون ونراهم بالملايين على عرفات وفي مواقع الحج إذن إمام الجواد حل السيقة بالرب تعالى حل وجداني بيننا وبين الله أنا بيجوز أحيانا أغلط ما أستطيع وصل للفكرة جيدا بس بيني وبين الله هو الأهم يا رب أنا أنوي يا رب علمني أنه علمني كيف أنتو عرفتو سأجعل من دعاء للإمام الجواد منهجا في الحج أو منهجا في قضايا الحج الإمام الجواد يدعو دعاءا كمان دعاءا عجبا وهو دعاء فيه كل مراتب الحج تجدونه في كلمته الإمام الجواد اللهم ارزقني الحج الذي فرطه على من استطاع إليه سبيلا واجعل لي فيه هاديا وإليه دليلا إلى آخر هذا الدعاء يمكن العودة إليه جاذبية الإمام الجواد اللي عطت صورة جديدة حتى لإبن تيمية يعني بتستدعي كلاما كثيرا وأنا مني شخصيا بتخليلي بجوز البكاء أحلالي وأنا عم بيحكي على الإمام الجواد بجوز لا انصراف عن الكلام مع الإمام الجواد وأمام الناس إلى قراءته والبكاء معه والتأمل معه يا إلهي لماذا لا يفهم الناس هذه السروات التي بين أيديهم بيفتشوا عندهم عيلة الاقتصادية بيفتشوا في كلام الإمام الجواد عن شفاء لاقتصادهم الذين لهم عيلة الاعتقادية كمان يفتشوا يرجعوا لمنهاج السن عند ابن تيمية ويقروا ماذا يقول عن الإمام الجواد وعن آبائه وعن أبنائه أكيد 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 أنا من قوم كتير بيأزيه يعني بيجوز للوهل الأولى يقولوا عجيبة ليش دكتور أسعد علي يتكلم هذا الكلام لماذا يعني يظهر ابن تيمية كأنه على حق ابن تيمية في كلامه على الأئمة أنا واضح الآن في كلامه على الأئمة بكل ابن تينان نحن نقول بارك الله تعالى بابن تيمية وهو على حق ولكن الفتاوى التي تتعلق بالناس بالفئات هل نحن عندنا الإسلام إرهاب صح هل الإسلام إرهاب المسلمون كلهم يمكنون هذا الكلام ولكن ليش العالم هل العالم أيضا أخرق لا يفهم لماذا يقول عن المسلمين إرهاب تجني طيب هل الأعمال التي ترى الأعمال التي ترى الآن واحد بيفوت على مسجد ويفجر نفسه في مسجد ويقتل ألف ألف مصلي هذا الكلام إرهاب هذا الكلام إسلام هل هذا مقبول أكيد 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 ما في العالم الإسلامي مسلم ولا مسلمة يسلم بصوابية هذا الكلام لكن هذا الكلام جنى علينا نحن نحن الذين في الإسلام نحن الذين لنا اسم في العالم يوصف بالإسلام يقولون الإسلام إرهاب المسلمون إرهابيون هذه الفتوى بالضبط تصح على من آذى المصلين وأفسد عليهم صلاتهم وأفسد على حياته وجوده قتل نفسه في مسجد أكيد هذا إرهاب بس أكيد ليس كل المسلمين هكذا بالعمل الإرهابي بالعمل هكي واحد بفتيب هذوله كفاروا نهدم المسجد تبعهم هذا كلام إرهابي ليس بصحيح ولكن فتوى العالم في الإسلام ليست بصحيحة أيضا لأنه ليس كل المسلمون الذين يذهبون إلى الحج ويقبلون أيدي بعضهم بعد الصلاة هؤلاء يهنئون بعضهم بعيد الفطر مثلا هؤلاء إرهابيون لا هؤلاء مسلمون في تعريف النبي الأعظم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده هذا تعريف المسلم طيب هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال لا ما عم بيسلم الناس لا من لسانهم ولا من يدهم عندما كنت في الحج مرة الشبان لذيذين ما شاء الله وجوههم وألسنتهم عم بيحكوا عفوا يمكن العالم الآن المصارحة معه مفيدة له لأنه عالم حوارات فعم بيحكوا على وضع ما في بلدين ما سألتهم أيها الإخوة الأعزاء أو أيها الأبناء لأنه كانوا من جيل شب قالوا أنتوا جايين شو تعملوا بالحج قالوا انحج قلتوا سبحان الله هل الحج أن تشيعوا البغضاء بين الناس في الحج ما كان أولى منك أنت من حزب ديني عزيز على قلبي أيضا قالوا أنتم فتية أنا أسأل الله تعالى أن تكونوا فتية زادكم الله إيمانا ما زادكم فتنا ما حاجتنا إبليس الذي يوقع العداوة والفحشاء بين الناس بدنا بدنا ناس لما بيحمل واحد اسم شريف لازم يليق باسمه مثل ما الجواد كل المفتين كل السياسيين الحقوا على إمام الجواد يعتبرونه أسخل أسخياء من طرف آخر يعني فقالوا يا والدنا كذا يعني اعتذروا لي باسم رأسا اعتبروا أنه أنا أبا يعني من الإرشاد الأبوي كلامي معهم وأنا بالواقع الناس يعني إخوة لأبناء آدم وأنا باعتبر حالي في كتاب لخاطر آدم أيضا من الكتب التي اجتهدنا فيها مع الغرب والشرق لخاطر آدم لخاطر آدم كتبنا تفسيرا على الخطبة الأولى من نهج البلاغة بهذه الكتب العشرة التي تاسعها الحج نظرية أدب ومعرفة ولذلك نحن منقول أن الإمام الجواد الإمام الجواد هو الإمام التاسع بين الآئمة ولذلك نقول عنه أنا والذين كتبوا قبلي عن الإمام الجواد يقولون هو إمام كل عاكف وباد إذا بترجعوا للسورة الحج وبتشوفوا أن المسجد الحرام سواء العاكف فيه والباد العاكف يعني المقيم بمكة الباد يعني القادم من خارج مكة هل القرآن عم بيعطي فتوى سواء العاكف فيه والقادم البادي القادم من البادية ولا من الحاضرة هدول عند الله في المسجد الحرام سواء آية بتقول أنه اللي بيدخلوا المسجد الحرام المقيمين في مكة والقادمين سواء كما في الآية الرابعة الخامسة والعشرين من سورة الحج فليعود إليها من شاء وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد والذين كفروا شوفوا الآية بس المهم الذين يشرفون أو يتشرفون إلى مكة من خارجها والمقيمون في مكة سواء في حكم الكتاب الكريم القرآن الكريم الإمام الجواد اللي أرخوا له مثلا في كتاب مثل الأنوار البهية يقولون الإمام الجواد إمامه كل عاكف وباد يعني إمام الحجاج بعدين هو رقم تسعة من الكتب التي هذا الكتاب تاسع من شرح الأم في نهج البلاغة هو نظرية الحج نظرية أدب ومعرفة الكلام كتير ممكن في الإمام الجواد لكني أنا لا أقصد الكلام من حديثي في الإمام الجواد أقصد أن يعرف الناس المحبين للجواد ويعرفونه كتاسع الآئمة والذين لا يعرفونه أن يتعرفوا عليه وإذا كان فيهم هيك بيشوفوا مشكلة لونية أو مشكلة عرقية فليروا أن نحلها بحياة الإمام الجواد سواء كان ابنا للنوبية الحبشية السودانية أو كان قرينا للبربرية المغربية هذا أمر عظيم أن نأخذ الحياة من الإمام الجواد إذا كان واحد يحب أن يكون في الجنة ومع آل البيت هنا في الدنيا والآخرة فليتبع نصيحة الجواد وآراء الجواد فليعطر شفتيه بالاستغفار وليكرر دائما وأبدا إن أنزلناه في ليلة القدر إذا كان يعني بحب يفهم القرآن ويفقها القرآن الكريم فليتملى بكلام الجواد وبالكلام المناظر له في القرآن الكريم يعني أحياناً بيأخذ آية 27 آية 27 كلمة يشرحها بـ 27 وعشرين كلمة يفسرها ويجعلها واضحة هذه من قضايا الإمام الجواد السلام على الإمام الجواد والسلام على آباء الإمام الجواد والسلام على أبناء الإمام الجواد ولأنه بيحب أمه السلام على أم الجواد وأمهاتي الأئمة وبناتي الأئمة السلام على كل ابن أم وابن أب حيث كان في أي مكان من أي لون من أي جنس هذا روح الإمام الجواد هذا يعني حال الإمام الجواد يقول للناس هذا الكلام يعني السلام على كل عاكف وباد ومش بس يساوي بين الحجاج بكل ألوانهم لا بالممكن يساوي بين الناس في كل مكان وبظن بظن بظن أنه منهج الثقة الذي وضعه الإمام الجواد الثقة بالرب تعالى ثمن لكل غال ما تستكبر للشغلة ثق بالله تعالى واطلب لا تستبعدها والله عالية وبعيدة لتغنيها مثل القمر بعيد لا ثق بالله تعالى على وزني ثقة الإمام الجواد واصعد السلم والله موصلك ولن يضيع من الله كافله بعبارة الإمام الجواد أسأل الله تعالى لمن يراني الآن ولمن يسمعني في أي وقت من الأوقات أن يكفله الله فلا يضيع بل يضوع كعطور الربيع سلام ورحمة الله تعالى وبركاته سلام ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة